لازم تعلم عليه عايزة أسألك حيثة دلوقتي إحنا الـ applications عمتا نوعين فيه اللي بينزل مقابل مددي فيه اللي بينزل مجانا وغالبا غالبا إحنا بنوحل المجانا هم استفادوا إيه ما إحنا نزلناه مجانا طيب السؤال ده ممتاز جدا بصراحة أول حاجة إن الإي آي ما تبصوش لحاجة مجانية فيه لأن مجاني في الإي آي بيبقى 80% منه fake لأن المواقع طالعوا بترند حاجة اسمها الزكاة الإصناية أو AI دي إجابة هتصدم الجميع جدا يعني الإي آي مدفوعة مش هقدر أقول برضو مدفوعة بشكل عام ولكن الإي آي أو الزكاة الإصناية أدواته كتير جدا وعشان تاخد حاجة نظيفة أو تاخد حاجة كويسة بكوالة عالي جدا هيكون لها طبيعي اشتراك سنوي أو اشتراك شهري ومبالغ رمزية بشكل يعني ملحوظ طب واللي ببلاش ده إيه ماله اللي ببلاش ده من ببلاش ماله بس حلو قوي فيه ثلاث حاجات لازم برضو نعرفها فيه حاجة اسمها free اللي هو الموقع معمول عشان free وتجربيه بحيث أنه هو يقلب بعد كده بفلوس لو خدمة عجبت الناس فيه حاجة اسمها freemium بيديكي مثلاً 15 يوم تجربة أو عدد محدود من الانتاج بتاع الصور أو الفيديوهات وبعد كده يبقى بفلوس عشان لو عجبتك الخدمة تاخذي المنتج الكامل منه وفيه حاجة اسمها paid اللي هو المدفوعة وإزاي بقى نفرق لا مفيش مجاناً خالص هو free أول حاجة المجاناً دي اللي هي بتبقى كده مواقع معينة عاملة خدمة إن هي تخدم الناس وفي الآخر هتقلب بفلوس لكن مفيش حاجة اسمها زكاة الصناعية لا بس أنا مثلاً عندي application مثلاً application للقرآن الكريم مثلاً موجود عندي بقاله سنين وما تحاولش لفلوس حلو ده ملوش دعو بالزكاة الصناعية خالص ده كapplication بيدي خدمة وهو بيكسب عن طريق حاجات تانية سواء الإعلانات اللي تزهر فجأة أو عدد التحميلات اللي موجودة أو الإعلانات العمامية بشكل عام وده مش زكاة الصناعية زي؟ لا ملوش دعو بالزكاة الصناعية خاص لأن ده برنامج خارج الزكاة الصناعية الزكاة الصناعية ده عالم تاني خالص أيوة أنا عارف أفرق إزاي ما فين البرنامج بزكاة الصناعية حلو البرنامج ده مبني على لغارات مات أو لغات برمجة معينة ولكن الزكاة الصناعية لو هو مدعم بالإيه آي هيبان بشكل كبير جدا سواء القارق مثلا هيكون صوته متاخد ومتحلل بالزكاة الصناعية ومعاد تقريقه تاني وده صعب جدا يحصل في القرآن الكريم لا إحنا بيبقى صوت شيوخ إحنا عارفينها يعني إذا صوت شيوخ تبقى مسجلة مسبقا فبالتالي بديه جدا إن هي صوت الشيوخ دي مسجلة مسبقا وبيقرأ من الصور اللي موجودة أو الصور اللي مسجلة خليني أقول لك على قبلك الجي بي أس مثلا حلو ده مجانة دي شركات كبيرة الجي بي أس ده مجانا وخدمة في الموبايل ولكن شركات كبيرة عاملها ولكن بنسبة 100% الشركات دي موظفة أدوات الزكاة الصناعية وآيتمز في اللغراتمات الزكاة الصناعية زي مثلا الفيسبوك طبما هوا مجانا ولكن موظف أكيد أدوات الزكاة الصناعية في البحث عن الكلمات اللي هي الإباحية اللي بتتكتب ما هي دي مش بنقادمين قاعدين 24 ساعة بيشوفوا الكومنتات بتاعت كل واحد فبالتالي l-AI دخل في النقطة دي ودخل مؤخرا أصلا في الشركة الكبيرة ميتا اللي هي مسؤولة عن انستجرام وميتا وفيسبوك وغيره أو أسرع من الإنسان فدي نقطة ما